لتمويل عملية زيادة الأجور في قطاع الوظيف العمومي تم رصد غلاف مالي يقدر بـ 681 مليار دينار لزيادة رواتب لسنة 2023 تم اتخاذ عدة إجراءات في هذا المجال منها رفع الرواتب في قطاع الوظيف العمومي والذي ستمس أكثر من 2.8 مليون موظف وعون متعاقد بغلاف إجمالي يقدر بـ 681 مليار دينار جزائري لأكد أن زيادة ستكون بعد دراسة دقيقة لمداخل الخزينة ونحن في القانون الجديد العضوي 18-15 متعلق بقوانين المالية تم تقدير هذه المداخل في إطار تقديم ميزانية على المدى المتوسط وبالتالي الزيادة في الرواتب أخذت بها اعتبار التوازنات الميزانية وبخصوص منحة البطالة تم رصد غلاف مالي يقدر بأكثر من 65 مليار دينار سنويا لتمويل الزيادات المقررة من منحة البطالة والتي ارتفعت بدءا من جنب 2023 من 13 ألف دينار إلى 15 ألف دينار أما بالنسبة لمعاشي التقاعد فسيدخل حيزة تنفيذ بدءا من شهر مارس عدد المستفيد منحة البطالة منذ تأسيسها يبلغ حوالي 2.1 مليون مستفيد تم رفعها من 13 ألف إلى 15 ألف دينار جزائري بما بين مبلغ ألفين دينار الأثر المالي لهذا الزيادة كما تكلمت سابقا هو 56 مليار دينار جزائري سنويا من الموال العامل المتقاعد الذي كان يتقاضى ما بين 3500 وأقل من 15 ألف سيصبح ابتداء من شهر جنفي يتقاضى منحة التقاعد تقدر ب15 ألف دينار جزائري أما فيما يخص معاش التقاعد فقد تم رفعه من الحد الأدنى التي تكلمنا عنه سابقا وهو 15 ألف إلى 20 ألف دينار جزائري هذه الزيادة ستكون معتبرة وستجسد عبر مرحلتين سنة 2023-2024 بطريقة مضروسة وبما تسمح